استضافت وزارة الخارجية الاجتماع التنصيقي الأول للجنة المصرية الروسية المشتركة المنظمة لفعليات عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا وذلك تنفيذاً لاتفاق رئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتن وخلال القمة الفرنسية الروسية التي عقدت بموسكو في شهر أكتوبر 2018 وخلال الاجتماع تم استعراض تنامي العلاقات المصرية الروسية المتميزة بشكل كبير في كافة المجالات كما تم الإعلان عن اختيار روسيا كضيف شرف مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الثانية والعشرين التي تقام حتى الثاني والعشرين من يونيو عام 2021